اهلا بكم إلى مجزل لأهم الأنباء مثل صاحب السمو الملكي الأمير مولي رشيد صاحب الجلالة الملك محمد السادس في حفل تنصيب إمبراطور اليابان الجديد ناروهيتو الذي جرى اليوم الثلاثاء بالقصر الإمبراطوري بطوكيو وأعلن الإمبراطور السادس والعشرين بعد دلم أهل اليابان تنصيبه خلال حفل كبير أقيم في القصر الإمبراطوري في طوكيو وابتدأت مراسم الحفل بدخول أفراد الأسرة الإمبراطورية القاعة بخطوات بطيئة مرتدين أزياء تقليدية فاخرة صممت خصيصا لهذه المناسبة في موضوع آخر وبعد أن أغلقت أبواب مكاتبها في العاصمة اللبنانية بيروت أعلنت سفارة المملكة المغربية في لبنان أنها قامت بوضع خط هاتفي رهن إشارة أفراد الجالية المغربية للتواصل في الحالات المستعجلة المرتبطة بالمظاهرات الشعبية التي يعرفها هذا البلد وحسب السفارة فإن الخط الهاتفي الذي يظهر على الشاشة خاص بالجالية المغربية المقيمة بلبنان فقط وبالحالات المستعجلة المرتبطة بالأوضاع الراهنة في البلاد في الشأن البرلماني وبعد تقديم مشروع قانون المالية لسنة 2020 مساء أمس في جلسة مشتركة أمام مجلسي البرلمان أكد مصطفى الإبراهيمي رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب أن مشروع قانون المالية لسنة 2020 مشروع اجتماعي بامتياز مبرزا أنه جاء بمجموعة من الإجراءات والتدابير التي تدعم القطاعات الاجتماعية حيث تم تخصيص 91 مليار درهم لدعم قطاعي الصحة والتعليم وما يناهز 26 مليار درهم لدعم القدرة الشرائية للمواطنين في القطاع الحكومي أعلن عبدالقادر عمارة وزير النقل والتجهيز واللوجستيك والماء خلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفاهية بمجلس النواب يوم أمسنا الاثنين عن تسليم مراكز تسجيل السيارات للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية خلال الأيام القليلة القادمة مضيفا أنه سيكون لهذه العملية آثار إيجابية باعتبار أن الوكالة مؤسسة عمومية ستحرص أكثر على تجويد الخدمات المقدمة للمواطنين أخيرا وبعد تعثر أشغال دورة أكتوبر لمجلس جماعة الرباطة بسبب أعمال الشغب التي أعاقت مناقشة الدورة لجدول الأعمال المسطر يتجه مجلس العاصمة نحو محاولة ثانية في شهر نوانبر المقبل لإخراج ميزانيته لسنة 2020 لحصة العمران نائب عمدة الرباطة نشر تدوينة على صفحة رسمية بموقع فيسبوك يؤكد فيها عقد المجلس في الثالث عشر من شهر نوانبر المقبل دورة استثنائية تضم مناقشة والتصويت على مشروع ميزانية 2020 إلى هنا نأتي إلى ختم هذا المجهز دمتم بخير وإلى اللقاء